السلام عليكم وحياكم الله في مقطع جديد معكم أخوكم مراني حازمي فاد الشيحة واليوم نتكلم عن لعبة Final Fantasy 15 Windows Edition الخاصة في PC بس قبل أن نشغل اللعبة لازم نخش على GeForce Experience لكي أعطينا المواصفات المثالية اللعبة التي تناسب كرت الشاشة التي لدينا و كرت الشاشة التي لدينا هو 1080 Ti نجربها على هذا الكرت الشاشة فنضع Optimized في أعطينا أغلب المواصفات كما أنتم شايفين بس هناك شيء مطف فيها لديك هيروركس ترى طافي نعم طافي هذه هي تعطيك Optimized حق الجهاز حقك بحيث أن يعمل مغير أي مشاكل لكن تقدر تضيف عليه لمساتك مع الوقت يعني عندما تتعطيك Optimized بعدين أنت تختار داخل لعبة ايش تشغل ايش تطفي ومعنطينا كمان أنه شغال الفوركي جميل جميل أنا بصرحة لا يقدر أستنى بأشوف كيف فاللي أنا سمعته أنهم أشتغلوا على هذه اللعبة غير عن نسقة الكونسور اي صح اللعبة هذه عبارة عن لعبة تباتا قال أننا سواها من الصفر فقط للبي سي يعني ما هي بورت من الكونسول زي الإكس بوكس وان ولا للبي سيشن فور لكنها لعبة كاملة بورت من سري مصنوعة من زيرو للبي سيشن جميل والله حلو أنا دعان ودي بسرعة بطب وسط اللعبة لشوف كيف هيكون الأشياء الجميلة حتى كتبين Windows Edition ترى فرق كذا كادمين بخلطة العريض ايه وفي حاجة تأخبر مهمة دي ويندوز اديشن هو نفس الريل اديشن اللي نزل في الأسواق اللي مخصص لجزة الإكس بوكس وان والبي اس فور ما لا تكتلاف بينهم نفس اضافات الجيدة اللي اضافوها في الريل اديشن وضيفت في ويندوز اديشن في الفيديو هذا فقط نتكلم عن الانفيديا وخواصها اللي اضافتها في اللعبة هذه وايضا ايش الفروق اللي موجودة البسيطة اللي تكون في البي سي بالنسبة للريل اديشن ان شاء الله سنقوم بيديو ثاني على قناتنا سنشرح لكم ايش الاضافات الخاصة اللي ضيفتها الريل اديشن احد الخاصيات الحلوة اللي اقدمها من فيديو اللي هي الانسل الانسل هو التصوير الحر كلها اللي عليك تقومي تضغط Alt و F2 تتأكد ان اللعبة تدعم هذه الخاصية بالضبط فزيما انتوا شاهدين ان عندي التصوير الحر ودخلت الانسل مديني اخذ راحتي في التصوير مديني اختار الزاوية لابغاها اطلع فوق انزل تحت اقرب للشخصية بعد انها اخذ الزاوية لانا تعجبني فهذه ميزة مرة حلوة شوف عندنا هنا كمان لو تلاحظ مديني نزوب مديني نشوف الشغل حقه هيرووك شوف شعر شعر بعض استغل هيروك اي شغلنا فتلاحظ الوضوع مرة حلوة فأول شي نبدأ عندنا الفلترات كثيرة ومتنوعة وللمحترفين مرة يمسطون عليها هيلعبون فيها مصمم على اسو دوربيت غير أصاب لا هو سأل واحد غير 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 خاطسه يبينني اوضح يا خير ان شاء زي؟ اضغر اضغر لا اضغر مثلا زي هيفين ترتبوا انزل تحت اكسبوجر مثلا او هاف تون اوكي هذه اضافة نجس نلعب بها اضغط الاكسبوجر حيث ان الاضاعة تقدر تغيرتها كأنك مصور محترف قاعد تغير بالصور حقيقي قاعد تصورها مجانا فرضا نحط الشادو زينا تضيف الشادو يولا تحرك حين الثقين يولا تغير بالصور كلها مجانا فوق هذي مجانا نضيف كمان فلتر ثاني فلتر ثاني ايه وبعطها سودا بيض حطها سودا أو فرضا نحط الـ الريترو الريترو حلو جميل مجانا نخفف الريترو مجانا بوي أيضا عندنا يمديك تلف الشاشة فوق تحت تسوي اللي تبغى اللي يخل فيه الجوال اللي يعجبك كل شي موجود الهوالي غالب نخليها على هاي بعد أن عندك الـ الريترو يمكنك تضبطه زي ما تبغى بطريقة لتناسبك أيضا عندنا هنا أحد الأشياء التي تناسبني اللي هو الـ فيه العادي اللي هو سكرين شوت عادي هذا اللي هو 1080 عادي بالضبط بعد أن عندك هنا الـ سوبر رزولوشن سوبر رزولوشن يبدأ من 7680 إلى في 4620 اللي هو يعتبر قريب من الـ 8K بس لو أننا تحسنا شوية وحطنا على آخر رزولوشن يا ساتر سيطلع عندنا 61,940 في 34,000 حجم لعبة ذا 28 جيكا بايت أكبر من حجم لعبة صورة صورة واحدة بس أزبحك لو ترسل إياها والله أرسل إياها يقول فات لعبة جديدة ولا طالع فلا تخيلوا ما نزل كل أطلق خرشة هذا قدامك يا لطيف يعمل مخطط بيتنا ماذا كبيرة الميزة اللي فيها أنه هذه مو أي واحد يصورها اللي بيصورها لا يستفيد منها لأنه ما أحد عنده أصلا شاشة بالدقة هذه مستحيل ولكن الفائدة من الصورة هذه لو تصورها أول شيء تأخذ 20 دقيقة بس لن أحفظ لك لأنه سيأخذ ركل 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 هيعفظها بس ولكن أماما تصورها تروح تشوف الصورة نفسها عندك في عرض الصور عرض الصور شفت لو تكة هذا الشخصية نفسها لو تكة فوق الجبل وجلست زوم 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 لأنه آخر شيء ترح يطلع لي نفس التمزل عن وجهه شيء ممتاز هذه الميزة اللي فيها شيء ممتاز وهذا هو اللي كان اللي هو ما نسميه العنسل العنسل خدمة حلوة خلينا نأخذنا صوره بعدين هنا فيه 360 اللي تبغى في الـ VR أي صح بالـ 360 صور لك إذا عندك الـ Oculus Rift وإذا عندك الـ Vive VR تختار الـ 360 في الـ View هذا وينه؟ ما خطرت أنت أمراه أنزل تحت هذا هو 360 نزل تحت شيء بس يبين للناس حلو لأن هذا 360 تختاره بعدين عندما تلبس الخوذة تلف كده تحس كأنك تواقف معه قاعد تفربش كده معه الصورة تكون زي كده محيطة فأنت قاعد تشوف الأشياء كلها حتى التفاصيل تكون مره ممتازة فيها فأخيرا نأخذ لنا صورة بالعادي صورة واحدة حسنا هذا في جي فاوي اللي يقول اسم الشخصية هذا رح نرسله الصورة هذه موقع مني أنا وعمرات هم هذه أول مرة نوقع على صور أول مرة على صور وآخر مرة إن شاء الله فأنت قلت الأنسل شيء جدا جميل ملاحظة بسيطة إذا حبت تفاعل شادو بلاي هايلايت كل الأعليك تسويها أول ما تشغل اللعبة ستجيك رسالة هذه تقول لك هل تريد تفعيلها أم لا أضغط على زر يس وخلاص ستكون مفاعلة معاك كل المرات التي تشغل فيها اللعبة ذا حين عندنا الشادو بلاي هايلايت هذه الخدمة موجودة من أنفيديا في أغلب الألعاب تلقاها في الأغلب الألعاب الجديدة إذا سويت شيء مميز في اللعبة رح يسجل لك هاتو ماتيك على طوال كذا يحفظ لك الصورة يعني فرض لحين فهد جاهز يضارب مع واحد لفل واثناش ولفل واثناش يعتبر بمرة عالي بالنسبة لأنه لفل يمكن اثنين فإذا قاتلوا رح يعطيه أنه كنت قتلت عدو ومرة صعب وإذا أيضا في المعارك جبت فيها أس التقدير المستوى حقيقي إذا جبت أس برضه يحفظ لك إياه وإذا خلصت المعرك بسرعي برضه يعطيك تسجيلة خاصة وهايلايت خاصة المهمة صعبة خلصتها سويت إنجاز عظيم يسجلك إياه فهذه تنفعك في ألعاب كثيرة يعني مو بس هنا حتى ببجي فرضا إذا لديت ببجي إذا جبت المكزر الأول يسجلك المقطع إذا مدت يسجل المقطع أوكي قتلنا أوكي ممتاز أطول اس هارد أنيمي كيف؟ هارد أنيمي هذي الأولى حلو إننا قتلت عدو صعب نشوف إمكان فيه تسجيل ثاني يا أخي مانا يبقى الوجبة حكي تكفي يا أخي بثارل على بصراحة فهذه نور السباة كيف يا أخير بس إنه في الوقت أخير للناس كيف يستخدمون هذه؟ من اليد؟ مرة سهلة كل الألة تقومها تضغط ستارت تخشها القائمة هذه تروح على هايلايت ستجدها كلها موجودة حلو طبعا هنا تغير على كيف؟ تقص الفيديو تقدر تقصر 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 يتغير فيه وبعدين ترفع على طول إلى اليوتيوب أو فيسبوك إذا عندك أو جوجل فوتوز أو الويبو لا أعرف شو يبو هاصلها وتختار الفورمات حقه تقدر تخلي فيديو يا جيف الجيف هذا عرفكم أنتم تبدعون فيه صراحة وأيضا تقدر تستخدمها في القلوري عندك في البي سي بحيث أنك تقدر تستخدم مرة ثانية تسوي فيديوهات جمعها مع بعض تهايط على الناس شبهوا كيف قعت هذا يعني أشياء رهيبة صراحة شوف هذه التسجيلات التي تجدنا شوف هذه الـ Time S و هذه الهارت الممتاز فتفيد كثير فلاب كثير مرة فهذا كل شيء التوقع هذا كل شيء لو مثلا نتكلم عن الجرافك توريكم كل شيء بالجرافك صراحة صدق لنا راح نطول لأن لعبة من الصفر بسوئين حق البي سي ونصحكم عنده بي سي شتريها على البي سي لأن الأفضل نسخة الأفضل لا يوجد نقاش هذا ستلعبها 60 إطار مئة وعشرين مئة وعشرين مئة وعشرين مئة وعشرين مرة حلوة بالضبط فالـ 4K لا يوصل 60 صح يوصل أكثر شيء على أعلى عددات يوصل 50-45 هذا يعطي بروح وشي كوي فأنصح أنا تلعبون على 2K مرة ممتاز صراحة ويعطيك 60 وانت مغمض وانت مرتاح وهذا على أعلى عددات يعطيك بالكامل إن شاء الله ترقب بدي ثاني حق القناة لكم عنها اللي بنسوي الـ Royal Edition نشرح لكم المواصفاتها السلام عليكم السلام عليكم